حدثناه شيم قال أخبرنا أبو بشر عن يوسف بن ماهكا عن حكيم ابن حزامين قال قلت يا رسول الله يأتني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبيعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك حدثنا سفيان عن الزهري سمع عروة وسعيد بن المسيب يقولان سمعنا حكيم ابن حزامين يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع والياد العليا خير من اليد السفلة قرئ على صفيان سمعت هشاما عن أبيه عن حكيم ابن حزامين قال أعتقت في الجاهلية أربعين محررا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسلمت على ما سبق لك من خير حتن إسماعيل بن إبراهيم حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارف الهاشمي عن حكيم ابن حزامين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدق وبينا رزق باركة بيعهما وإن كذب وكتم محق باركة بيعهما حتن يحيى بن سعيد قال حدثنا عمرو بن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة أن حكيم ابن حزامين حدثه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة أو أفضل الصدقة ما أبقت غنا والياد العليا خير من اليد السفل وابدأ بمن تعول قال حدثنا ابن نمير أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم ابن حزامين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول اليد العليا خير من اليد السفل وليبدأ أحدكم بمن يعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنا ومن يستغني يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله فقلت ومنك يا رسول الله قال ومني قال حكيم قلت لا تكون يدي تحت يدي رجل من العرب أبدا حثنا وكيع حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن العباس بن عبد الرحمن المدني عن حكيم ابن حزامين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا تقام الحدود في المسجد ولا يستقاد فيها حثنا حجاج حدثنا الشعيثي عن زفرابن وثيمة عن حكيم ابن حزامين قال المسجد لا ينشد فيها الأجعار ولا تقام فيها الحدود ولا يستقاد فيها قال أبي لم يرفعه يعني حجاجا ترجمة نانسي قنقر